ترأس محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله اجتماعات مجلس محافظ مجموعة بنك التنمية الأفريقي والتي تصدفها مدينة شرم الشيخة وذلك لمناقشة تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي بدول القارة وتكتسب اجتماعات مجلس محافظ مجموعة بنك التنمية الأفريقي لعام 2023 والتي ترأسها محافظ البنك المركزي المصري أهمية خاصة وذلك لما تشهده من حضور نحو 3650 مشاركا من ممثل 81 دولة بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتخطيط والسثمار وكبار المسؤولين الحكوميين بينهم 54 دولة أفريقية و27 دولة غير أفريقية بجانب مشاركة دول مجموعة السبع الكبار وهي أمريكا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا وكندا، اليابان وألمانيا